اشتركوا في القناة المصري البور سعيدي بالجولة الحادية والسلاسين لمسابقة الدوري وجذب سماعة امين عمر حكم المباراة وحصوله على الكرت الاحمر علاوة على العقوبة المشددة التي تنتظره من جانب اتحاد القرى وكشف مصدر داخل المجلس الابيض انه رغم عقاب اللاعب من المجلس الا انه سيتم تقديم التماس للجنة الانضباط والفيديوهات من اجل مراعاة تعرض اللاعب للسباب من جانب الفريق المنافس ويتم تخفيف العقوبة والاكتفاء بإيقافه مباراتين فقط خاصة انه لم يقصد التعدي على الحكم ولكنه كان يتحدث اليه انه يتعرض للاستفزاز من الفريق المنافس واضاف المصدر انه تم توجيه تحذير شديد لللاعب امام عشور مع توقيع غرامة مالية قدرها 100 الف جنيه بعدما خرج عن النص ودخل في مشادة عنيفة مع حارس المصري موضحا انه حل ايقافه مرة اخرى سيتم عرضه للبيع خاصة انها ليست الازمة الاولى له وقام بالتعدي ايضا على لاعب الاهلي وليد سليمان وايقافه حتى نهاية الموسم قبل ان يتم تقليص العقوبة لعشر مباريات